موسيقى اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من لقاءات قراءات ومعاني كنا قد وصلنا في سورة الإسراء إلى الآية الثالثة والعشرين وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه بالوالدين إحسانا نقرأ الآية وما فيها من اختلاف القراءات والمعاني التي تتعلق بهذا الاختلاف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل ربك أرحمهما وقل ربك أرحمهما كما ربياني صغيرا اللهم ارحمهما كما ربونا صغارا جملة قوله تعالى إما يبلغن الله تعالى طبعا هذه الآية أمر فيها أولا بعبادته ثم ثنى بالإحسان إلى الوالدين فقال جل وعلا إما يبلغن يعني بيان لجملة الإحسان طيب الجمه قرأوا هكذا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما على أن أحدهما فاعل يعني يبلغن فلا يعني تلحق الفعل أو لا يلحق الفعل علامة لأن فاعله اسم ظاهر إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما أما حمزة بن حبيب الزياد والكساء وخلف العاشر فقرأ هكذا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما هنا يعني يبلغن عندك الكبر بألف التفنية والنون المشددة والضمير فاعل عائد إلى الوالدين في قولي وبالوالدين يبلغن عندك بالوالدين فيكون أحدهما أو كلاهما بدلا من ألف المثنى إذن يبلغن الضمير أصبح ضميرا هناك يبلغن إما يبلغن عندك الكبر أحدهما فيكون يعني عائد إلى أحدهما أو كلاهما أما هنا يبلغان فأصبح ألف التفنية هو الفاعل وأحدهما أو كلاهما يكون هو البدل يعني تنبيها على أنه ليس الحكم لاجتماعهما فقط بل هو للحالتين على التوزيع بل هو للحالتين على التوزيع وهذا من باب التأكيد في حقهما إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما وأكد هذا أيضا بقوله إما يبلغان عندك على الوالدين في ذات الآية قراءة أخرى يعني ليس فيها اختلاف معنى وهي كلمة أف فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما أف ولا تنهرهما أف اسم فعل مضارع معناه أتضجر طبعا لم يأتي اسم فعل بمعنى المضارع إلا قليلا يعني نحو أف وأوه أف وأوه أوه طبعا بمعنى أتوجع يعني وذكر طبعا الزناتي في الحلل نعم في الحلل كتاب الحلل أن في أف لغات تقارب الأربعين ثم ذهب فسردها مضبوطة يعني وذكرها الأربعين يعني فذكر الأربعين في أربعين لغة في أف أشهر هذه اللغات بضم الهمزة وتشديد الفاء أف في ولا طبعا الخلاف في القراءات المتواترة التي وردت في هذه اللفظة يعني في حركة الفاء فقط نافع وأبو جعفر وحفص عن عاصم هؤلاء جميعا قرأوا بالكسر مع التنوين أف ولا تنهرهما ابن كثير وابن عامر ويعقوب قرأوا بفتح الفاء من غير التنوين فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما أف ولا تنهرهما الباقون قرأوا بكسر الفاء يعني من غير تنوين فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما طبعا ليس المقصود من النهي يعني النهي أن يقول لهما أف كلمة أف هذه فقط أف إنما المقصود أن النهي عن الأذى الذي أقله أذى اللسان بأوجز كلمة أف كلمة أف فإذا كان قد نهى عن الأذى باللسان في أوجز وأخصر كلمة وهي كلمة التضجر أف فإذا الأذى الذي يكون فوق ذلك من باب أولى فهنا يعمل قياس الأولى يعمل قياس الأولى فإذا كان الله قد نهى عن الأدنى فإن الأعلى النهي عنه من باب أولى ننتقل إلى الآية الواحد والثلاثين وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقُ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْأً كَبِيرًا خِطْأً كَبِيرًا الخطء بكسر الخاء وشكون الطاء هو مصدر خطئة بمعنى فرحة على وزن فرحة خطئة إذا أصاب إثما طبعاً الإثم لا يكون إلا عن عمد إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين أيضاً ناصية كاذبة خاطئة أما الخطأ بفتح الخاء والطاء فهو ضد العمد يعني من باب أخطأ واسم الفاعل مخطئ قال تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت به قلوبكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم فهذه طبعاً التفرقة هي سر العربية على يأتي خط غير خطأ الجمهور القراء قرأوا خطأا كبيرا هكذا كما قرأنا خطأا كبيرا المكسر الألخاء وسكون الطائب بعدها بعدها الهمزة أي إثما ابن ذكوان عبد الله بن ذكوان عن ابن عامر دمشقي وأبو جعفر قرأوا هكذا إن قتلهم كان خطأا كبيرا بفتح الخاء وأيضا بفتح الطاء إن قتلهم كان خطأا كبيرا خطأا هنا بمعنى ضد الصواب خطأا بمعنى يعني قتلهم محض خطأ لا يمكن أن يكون صوابا يعني لا يمكن أن يكون هذا الفعل صوابا ليس المقصود هنا طبعا إنه ضد العمد وإنما هو ضد الصواب هنا ابن كثير رحمه الله تعالى قرأ هكذا إن قتلهم كان خطاءا كبيرا إن قتلهم كان خطاءا كبيرا بكسر الخاء وفتح الطاء وألف بعد الطاء بعده همزة ممدودة يعني وهو يعني معنى فعال يعني على وزن فعال من خطئة إذا أجرم هذا لغة في خطأ فإذا هنا خطاءا قالوا مبالغة من باب المبالغة وتوارد هذه القراءات كان خطأا كان خطأا كان خطاءا هذا للتأكيد على ذم هذا الفعل الذي كان يفعله الجاهليون لأنهم كانوا يزعمون أن وعد البنات خاصة في مؤد البنات كانوا يقولون يعني إن وعد البنات من السداد إن وعد البنات من السداد وكانوا يقولون أيضا دفن البنات من المكرمات أعوذ بالله يعني هذا من مقالهم فأكد الله سبحانه وتعالى بتوارد هذه القراءات على ذم هذا الوعد وأكد أيضا ذلك بفعل كان أيضا كان خطأا لإشعار كان بأنه كان إثما يعني إقحام كان هنا لبيان أن هذا الفعل كان يعني إثمه مستقرا يعني واضحا جليا أسأل الله السلام والعافية ننتقل الآية الثالثة والثلاثين أيضا بعدها يقول الله عز وجل وَلَا تَقْتُلُ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا معنى الآية بشكل مجمالي أن من قتل بغير حق شرعي حق الشرعي القصاص ونحو ذلك فقد جعلنا لولي أمره من وارث أو حاكم حجة في طلب قتل قاتله أو الدياء هؤلاء أولياء الدم هذا من حقه ولا يصح لولي أمر المقتول أن يتجاوز أو أن يجاوز حد الله سبحانه وتعالى في القصاص مثلا يقتلوا بالواحد اثنين أو جماعة كما يحصل الآن للأسف من باب الثأر فإذا قالوا قتل منا واحد نقتل عشرة قتل منا نقتلهم كلهم أو يمثل مثلا بالقاتل فوق القتل فالله سبحانه وتعالى يقول إني معين ولي المقتول على القاتل حتى يتمكن من قتله قصاصا ولكن لا ينبغي له أن يسرف فلا يسرف في القتل هكذا بياء الغيبة في قراءة الجمهور الجمهور قرأوا كذا فلا يسرف في القتل فيعود هذا إلى الولي يعني مظنة السرف في القتل بحسب طبعا ما تعودوه من قبل حمزة بن حبيب الزياد والكسائي وخلف قرأوا بتاء الخطاب فلا تسرف في القتل فلا تسرف توجيه الخطاب مباشرة إلى ولي المقتول فلا تسرف في القتل الاتفاة عجيبة يعني بعدما كان الحديث فقد جعلنا لولي كله في الغايب هنا يتوجه الحديث مباشرة إلى ولي المقتول يعني هذا الالتفاف الاتفاة يعني له معنى بلاغ مهم جدا في العناية بهذا الأمر والاهتمام به وبعدين إقحام كان هذا دال على أن الخبر مستقر الثبوت يعني قول فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا إقحام كان دليل على أن الخبر مستقر الثبوت وفيه أيضا إيماء إلى أن من تجاوز حد العدل إلى السرف في القتل لا ينصر لا ينصر لأنه قال إنه كان منصورا يعني وهذا فيه خطر التساهل في الدماء وأن أمر الدماء عند الله عظيم فنسأل الله أن يقينا شر هذه الدماء المحرمة لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يرقد من حما حراما وهذه دعوة وتوجيه للذين يسرفون في القتل ويتساهلون في إراقة دماء المسلمين أن أمرهم عظيم وما ينتظرهم عند الله يعني أمر ثقيل يعني فليتوبوا وليأوبوا وليقلعوا عن هذه الجريمة نسأل الله العافية الآية بعدها يقول الله عز وجل وأوفوا بالكيل إذا كلتم وزنوا بالقصطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا في قراءة هنا القصطاس القصطاس بضم القاف قراءة الجمهور بالقصطاس وأوفوا بالكيل وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقصطاس المستقيم الجمهور قرأوا هكذا قصطاس حفص وحمزة بن حبيب بن الزيات وخلف العاشر قرأوا بالكسر قصطاس هذا اسم الميزان يعني لغتان فيه هذا الاسم اللي هو الميزان آلة الوزن واسم العدل فقالوا هو معرب من الرومية عصلاً هم قالوا مركب من كلمتين قصط أي عدل وطاس يعني كفة الميزان وورد هذا في صحيح البخاري من حديث من تفسير مجاهد بن جبر قال القصطاس العدل بالرومية يعني باللغة الرومية يعني بن عاشور الطائب بن عاشور رحمه الله في تفسيره قال أنه غالب الكلمات الرومية دائماً تنتهي بحرف السين يعني فأصله في الرومية مضموم الحرف الأول والعرب هم اللي غيروا بالكسر يعني أصله هو القصطاس العرب هم الذين أدخلوا الكسر يعني على وجه الجواز عندهم لأنهم طبعاً لا يتحرون في ضبط الكلمات الأعجمية ومن أمثالهم أعجمي فلعب به ما شئت هكذا تقول العرب يعني إذا كان الكلمة أعجمية يقولون أعجمي فلعب به ما شئت فلذلكم يتصرفون في الكلمة الأعجمية لكنها بمعنى واحد مع توارد هاتين اللغتين قصطاس والقصطاس الله أعلم ننتقل إلى الآية الثامنة والثلاثين والتي ختم الله تعالى بها جملة هذه الأمور المنهيات قال الله عز وجل كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها هكذا قراءتنا قراءة الجمهور كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها كل ذلك هذا التذييل لما تقدم من ابتداء قوله تعالى وَقَضَى رَبُّكَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إلى أن قال جل وعلا وَلَا تَقْفُوا مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمِ إِنَّ السَّمَعُوا الْبَصَرُ وَالْفُؤَادَ سيئة عند ربك مكروها بمعنى ضد الحسنة السيئة ضد الحسنة فالذي وصف بالسيئة وبأنه مكروه طبعا لا يكون إلا منهيا عنه فالكراه هنا مش كراهة بمعنى يعني ما يثاب في التاركه ولا يعاقب فاعله والذي الكراهة الاصطلاحية الواردة في أصول الفقه أو في الفقه اللي هو في ما يعني غير الحرام لا هنا الإكراه بمعنى المنه عنه كما قال في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم وَكَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ وَكَثْرَتَ السُّؤَالُ وِإِضَاعَةِ الْمَالُ هنا كرِهَ لَكُمْ والله يعني ليس المقصود بذلك معنى الكراهة الاصطلاحية وإنما التحريم قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة والكساء وخلف كما استمعكم كل ذلك كان سيئه سيئه عند ربك بكرها بضم الهمزة وبهاء الضمير بدلا من تاء التأنيت أو التال في سيئة سيئه الضمير عائد إلى كل ذلك كل ذلك يعني طبعا كل ذلك ماذا؟ نفس السيء يعني معنى هنا أضاف السيء إلى ضميره إضافة بيانية تفيد قوة صفة السيء يعني حتى كأنه شيئان يعني يضاف كأنه شيئان يضاف أحدهم إلى الآخر طبعا هذه يعني نكتة الإضافة البيانية كما ذكر أهل اللغة وأهل البلاغة كلما وقعت كان ما نهى الله عز وجل عنه مؤكدا يعني ومكروها كما قال عز وجل كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها فإذا الله سبحانه وتعالى ذكر لنا مرة سيئة عند ربك اللي هو ضد الحسنة ثم مرة أضاف هذه السيئة اللي هي ضد الحسنة إلى السيئ نفسه للدلالة على تأكيد الأمر نختم بهذه الآية قول الله تعالى الآية بعد 42 قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا كما يقولون لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لابتغوا طبعا يذي حجة هم يدعون أن الله تعالى له آلهة يعني فهذا الزعم باطل فالله عز وجل يعني لو كان معه آلهة كما يقولون لو فرضا كان هناك آلهة مع الله لصارت هذه الآلهة إلى الله عز وجل لأنه كما قال تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلقه ولا على بعضهم على بعض يعني لو كان أصر هناك آلهة دون الله عز وجل لا كانت هذه الآلهة تحت الله فأنتم كيف لا تصيرون إلى الله عز وجل كما تقولون هنا جملة اعتراضية للتنبيه على أن تعدد الآلهة لا تحقق ما ذكروا يعني فيما زعمه من خضية الاشتراك في العبادة وإنما هو مجرد قول عاري عن المطابقة الجمهور قرأوا كما تقولون بتاء الخطاب يعني قرأوا هكذا لو كان معه آلهة كما تقولون كما تقولون يعني في حكاية القول الذي يعني المأمور بتبليغه يعني كما تقولون أنتم وقرأ ابن كثير وحفص بياء الغيبة كما يقولون كما قرأنا على الوجه الآخر يعني في حكاية القول المأمور بإبلاغه للغير يعني يحكى هكذا بالمعنى يعني لأن في حار خطاب الأمر المأمور بالتبليغ يكون المبلغ له غائبا وإنما يصير مخاطبا عند التبليغ كما تقولون فإذا لوحظ يعني هذا عرف بأن الغيبة في الالتفات له دلالة بلاغية يعني مثل قوله تعالى مثلا قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون هكذا بالتاء في قراءة بالياء سيغلبون ويحشرون يعني فتارة الخطاب إذا وصل المخاطب المعنى بالبلاغ يكون الخطاب له كما تقولون وتارة يكون في غياب كما يقولون أسأل الله سبحانه وتعالى في ختام هذه الحلقة أن يبلغنا رضوانه وأن يرزقنا الصواب وإن كان من حق وصواب فمن الله وحده وتيسيره وتوفيقه وإن كان من خطل وخطأ فمن نفسي ومن الشيطان وكتاب الله بريء من ذلك أسأل الله تعالى أن يغفر لنا خطأنا وعمدنا وجهلنا وهزلنا وكل ذلك عندنا وأن يتقبل الحسنات وأن يتجاوز عن السيئات وصلى الله وسلم ومبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اشتركوا في القناة